قال المستشار الألماني ألاف شولتس أنه بالتعاون مع الرئيس السيسي نستطيع الوصول لحل الأزمة تغير المناخ وسيكون موضع نقاشات مستمرة ومتواصلة وضف المستشار الألماني أنه سيدعم نجاح مؤتمر المناخ كوب 27 والمقرر إقامته في مصر شهر نوفمبر المقبل من أجل إنجاح مؤتمر الأطراف الذي يعقد في بلدكم سيادة رئيس السيسي وذلك من أجل ما تم التفاق عليه في مؤتمرات الأمم المتحدة في هذا الصدد فإذا مرجعنا إلى التفاقيات باريس وما تمخض عنها من توصيات فإن علينا فعل المزيد من أجل تفعيل ما تم التفاق عليه يمكن أن قول أن هذا هو نادي كبير للمهتمين ولشركاء المناخ العالم هناك ثلاثة أهداف أساسية يمكنني أن أقول أولاً علينا أن نزيد من إيقاع وسرعة التعاون من أجل تجاوز كل ما يمكن أن يعيق استخدام المصادر أطاقة نظيفة